اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومتابعة الوضاع بالقدر الممكن عبر مصادرنا في عين المكان اذا نبدأ وان شاء الله لما نصل الى الف الان في تقريبا سبعمية وخمسين حاولوا تشاركوا الفيديو من فضلكم صباح النور صباح الخيرات الف ونبدأ وان شاء الله رحمة الرحيم صباح الخير عليكم جميعا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا مرحبا وسهلا الف ونبدأ ان شاء الله حياكم الله انتظر التحاق المزيد نحن في الف لكن ان شاء الله ثواني ونبدأ ثواني ونبدأ اذا ان شاء الله رحمة الرحيم نبدأ اذا كيف تعرفوا انه قدمنا ليلة اول امس صور لمهربين للمخدرات في المنطقة الصور التي كانت تضم مجموعة من الجرحاء وكذلك يعني وفايات ثنتين يعني حالتي وفايات بسبب اطلاق الرصاص وكذلك عدد من المعتقلين اخبارهم الواردة يعني سننتحدث عنها بعد التأكيد على ان حتى مع وجود ايضا التوتر العسكري في المنطقة بين جيش التحرير الشعبي الصحراوي وكذلك جيش الاحتلال المغربي فان هناك تساهل من جيش الاحتلال المغربي مع مهربي المخدرات يعني لو لم يكن هناك تساهل مع هؤلاء المهربين ما كانوا يقدمون على هذه الخطوة في هذه الظرفية بالذات وحسب معلومة حصرية توصلنا بها في صفحة لايفات باريس معلومة حصرية وكت على انها معلومة حصرية وهي معلومة دقيقة انه قد سجل مرور سيارتين رباعيتين يدفع من نوع طيوتا محملتين بالحشيش المغربي عبر الجدار الظل والعار نواحي البكاري ليلة اول امس يعني المعلومة تشير انه هناك سيارتين من نوع طيوتا ملانات من الحشيش قد تم تسهيل مرورهما عبر جدار الظل والعار غريب من البكاري ليلة اول امس في اتجاه الاراضي المحررة دون ان تكلف قوات الجيش المغربي التي تقتل الابل وتقتل المواشي في المنطقة والتي تهدد الجميع باستهداف اين كانوا بالرادارات وكل تلك الاكاذيب لم تقوم باعتراض سبيلهما يعني خلاتهم يمروا الى جدار الظل والعار وهذه معلومة دقيقة جدا ومعلومة حصرية يعني معلومة حصرية وصلتنا طبعا من مصادرنا في عين المكان فيما يتعلق بالمهربين الاخرين الشباب اللي شفناهم في الصور اليوم سيتم عرض الموقفين على ما يسمى بوكيل الملك بابتدائية العيون المحتلة اليوم 24 نوفمبر سيتم تقديم الموقفين في هذه العملية على أنظار وكيل الملك أو ما يسمى بوكيل الملك بابتدائية العيون المحتلة والعملية يعني عملية التهريب اللي شفناها من خلال الصور اللي فيهم صور الجرحة فيهم صور القتلى فيهم صور كمية الحشيش المضبوط فيها صور كذلك المعتقلين أنه هذه العملية تمت نواحي قلتة زمور تابعة لقطاع الفيلق الحادي والستين من جيش الاحتلال المغربي وليس قطاع المحبس كما ذكر في وقت سابق إذن الأمر يتعلق بسبعة أشخاص يعني الموقفين في هذه العملية هم سبعة أشخاص يتم متقديمهم اليوم أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية العيون المحتلة وهذه كذلك يعني معلومة حصرية لفائدة لايفات باريس إذن هنا نشاهد أن هناك تساهل هناك تساهل مع عمليات تهريب المخدرات كما يجري في السابق الآن بعض اللوبيات أو بعض العصابات المتخصصة واللي طبعا تشترك مع المخزن في اقتسام عائدات هذه المخدرات أنها الآن تغتنم هذه الفرصة من أجل الاستمرار في تجارة الحشيش في المنطقة إذن ما يمكن يحد يكذب علينا يقولنا أنه المخزن يحارب الحشيش وأنه يضبط العصابات أو يطارد العصابات إنما الذي يحدث أنه بين الفينة والأخرى يظهر لكم على أنهم يحاربون المخدرات ولكن في الحقيقة هم يشتركون في ذلك وقد ذكرنا كل هذه السلسلة من الأجهزة التي تتغذى من تجارة المخدرات ذكرنا في وقت سابق وفي لايفات مختلفة مسؤولية ما يسمى بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بمدينة العيون المحتلة وكبار المسؤولين يعني كبار مسؤولي هذه القيادة مسؤوليتهم عن تهريب المخدرات في المنطقة إلى جانب كذلك تسهيل تهريب البشر نحو جزر الكناري الهجرة غير الشرعية واللي من المحتمل أنه يكون هناك تحقيق حسب ما توصلنا به كذلك من معلومات هذا من جهة من جهة ثانية نتحدث عن الوضع الميداني يعني هناك معلومة تقول أنه حسب شهود عيان حسب شهود عيان في المناطق المحررة أنه ما يتم ذكره في بلاغات وزارة الدفاع الصحراوية ليس سواء عشرة في المائة من ما هو يزري على أرض الواقع يعني هناك معارك دارية هناك أصوات للقذايف وأحيانا يعني يسحب ذلك بموسيقى تعزف من بين الفينة والأخرى وهذا طبعا حسب مصادر تحدثت أيضا إلى مصادرنا في المناطق المحررة حينما نقول أنه حينما نقول أنه الوضع الوضع مضطرب في المقابل يحاول المخزن أن يغطي على ما يوجد على الميدان يحاول بشتى الوسائل ولا ينشوف كيف يقوم بذلك لكن قبل ذلك لا نتكلم عن عن الخطوة المهمة جدا التي قام بها السيناتور الأمريكي في مطلع تقريبا في منتصف هذا الشهر بداية هذا الشهر يوم عشرة بالضبط حينما تحدث رئيس لجنة الدفاع والأمن في الكونغرس الأمريكي جيمس إن هوب الذي تحدث بصراحة عن ما يجري في المنطقة وحمل المسؤولية مباشرة إلى المحتل المغربي الذي يريد أن يزج بالمنطقة في حرب مفتوحة فيها ليس فقط فيها طرف صحراوي مغربي ولكن فيها أطراف أيضا إقليمية وأطراف بعيدة جدا أطراف خليجية أطراف الآن يعني هناك حديث عن أيضا يعني تركيا يعني هناك حديث عن دخول تركيا أيضا إلى مربع هذه الأحداث وحن نشفنا أنه هناك يعني اتصالات وهناك يعني لقاء قام به وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو في اللي يتحدث بشأن القضية الصحراوية وكذلك القضية الليبية إذن المحتل المغربي يريد أن يزج بالمنطقة في حرب مفتوحة حرب ستدمر أو ستخلق كذلك مشاكل ثنائية بالنسبة لموريتانيا وله نجو لموضوع موريتانيا وله نجو لوجهة نظر أيضا موريتانيا عن ما يجري في المنطقة واللي تؤكد أنه فعلا الموريتانيين كمواطنين وعيين بما يجري في المنطقة وبما يتهدد بلدهم وأنهم مستعدين كذلك لتقديم النصيحة لنظامهم السياسي الذي يتوسل إليه دجاجته من أجل أن يستقبله وهو الذي كان يزدريهم إلى وقت قريب إذن نرجع لما قاله السيناتور الأمريكي جيمس إنهوف قدام يعني أعضاء الكونغريس الأمريكي الذي قدم فيه محاضرة غاية في الأهمية تتضمى الكثير من المعطيات وحينما نقول الكونغريس الأمريكي نقول مؤسسة دولية لها اعتبار والحاضرين كذلك من أعضاء الكونغريس قد أخذوا علما وفكرة عما يجري في المنطقة وبالتأكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت مشغولة بالانتخابات ستوجه الأنظار مجددا إلى القضية الصحراوية وستدلي بدلوها في هذا الموضوع في المقابل لا نرى أي صوت يدافع عن المحتل المغربي في الولايات المتحدة الأمريكية إلا عن طريق اللوبيات التي طبعا تشترى بأموال المغاربة وبأموال الشعب الصحراوي وقد ذكرها كذلك السيناتور جيمس إنهوف في كلمته إذن قال أن هذا النزاع قضية مجمدة أن هذا النزاع أو وصف هذا النزاع بأنه قضية مجمدة يتناقض مع واقع معاناة مئات الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين وهنا نحيي لمباشرة إلى كلام الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي الذي يحب المغرب حبا جما ويحب طبعا الهلكية المغربية حبا جما والذي قال أنه لا يمكن أن نضحه بمستقبل الملايين ويتكلم عن ملايين الشعوب المغاربية نضحي بها أولئي الملايين بالانتصار لمئات الآلاف من الصحراويين يعني أن هذه الملايين من الشعوب المغربية تستطيع أن تبني أحلامها واقتصادها ووحدتها على حساب وعبر المرور من الشعب الصحراوي الذي يطالب فقط بحقه وهذا حق يعني حقيقة يعني موقف غير مشرف للرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي ويفهم ذلك طبعا حينما يربط بسياقه أنه منصف المرزوقي كان قضى سنوات في المغرب ولديه إخوة مغاربة وبالتأكيد أنه قد يكون ضبع أيضا كما يضبع الآن الملايين من المغارب الذين يهتفون بصحراء المغربية دون أن يكون لذلك أي أثر على أرض الواقع إذن قال السيناتور الأمريكي أنه هؤلاء المئات من الآلاف الصحراويين المئات الآلاف من الصحراويين الذين يعيشون الآن في مخيمات اللاجئين بعد إجبارهم على مغادرة منازلهم في انتظار حل هذا النزاع وأسفة على أن المجتمع الدولي قد تخلى عن السكان الصحراويين مما أدى إلى تعفر مصار التسوية وكلفهم أجيالا من الحرية الأمر الذي عينه شخصيا خلال زيارته المتعددة لمخيمات اللاجئين آخرها كانت في شهر فبري 2019 يعني هذا السيناتور الأمريكي الرئيس لجنة الدفاع داخل الكونغرس الأمريكي زار الشيرذيمة زار الجيرذان زار المرتزقة زار المجموعات الإرهابية وأقام عندهم ورأى معاناتهم يعني هذا التناقض هذا التناقض الذي يوجد في خطاب المخزن البئيس الخطاب الذي يعكس الارتباك الحاصل الذي يعكس أنه ليس هناك من سلاح سوى التجريح سوى السب سوى التحقير من قضية الشعب الصحراوي وهذا الذي يدل على عدلتها والذي يدل على أنها فعلا قضية وحلتهن للنظام الهلكي فاستعمل كل السوائل من أجل أن يبلعها فلم يستطع ولم يستطع كذلك أن يخرجها أو يقذفها خارج فمه النتل إذن يقول أن حرمان الشعب الصحراوي من حريته ومن حقه في تقرير مصير ليست المصائب الوحيدة لهذا الشعب لأن المغرب يستغل بشكل غير قانوني للموارد الطبيعية وسطروا على هذه العبارة المغرب هذا ليس كلام محمد راضي الليلي وليس كلام الجزائر وليس كلام الموزنبيق وليس كلام إثيوبيا وليس كلام المريخ وإنما كلام رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشيوخ الأمريكي الكونغرس الذي يقول أن المغرب يستغل بشكل غير قانوني للموارد الطبيعية شنو معناها؟ معناها على أن تواجد المغرب في منطقة الصحراء الغربية التي لا يملك عليها السيادة ولكنه يملك سلطة الاحتلال فإنه يستغل مواردها طبيعية ولا يمكن أن نقول بأي حال من الأحوال أن الصحراء مغربية ويقصد بذلك التعدين ومنتجات الصيد البحري للأراضي الصحراوية المحتلة اللي ربما يسر من المغاربة ما يعرف أنه الآن يعني الكميات الكبيرة من الأسماك التي يبيعها نظام الاحتلال المغربي إلى الاتحاد الأوروبي هي كميات مصطادة من السواحل الصحراوية بنسبة 90% يعني هذه العصراف المية المتبقية يصيدها من أجادير من آسفي من طاربيضة من المحمدية من المهدية من العريش من أصيلة كل ذلك كل هذا الشريط الساحلي الساحلي اللي ممتد من أجادير والله قعم من إيفني إلى السعيدية لا يشكل سوى عصراف المية من كمية الأسماك التي تباع للاتحاد الأوروبي 90% كلها يأتي بها من الطرفاية يأتي بها من العيون المحتلة يأتي بها من بجدور المحتل ويأتي بها من الداخل المحتلة وكذلك من الشواطئ التي تابعة لأمهيريز أيضا المحتل إذن لو فقد المحتل المغربي هذه المناطق وإذا طرد منها طردت المحتل فإنه سيفقد 90% من الكميات التي يمكن أن يبيعها إلى الاتحاد الأوروبي لذلك هو متمسك كثيرا وطبعا حينما نقول أن هذه الكميات ضخمة فإننا نقول أن عائداتها يمشي منها كبير جدا إلى اللوبيات كما سيقول أيضا رئيس لجنة الدفاع في الكونغرس الأمريكي يقول أن العائدات التي يحصل عليها المغرب جراء هذا الاستغلال غير القانوني تستخدم سنويا سنويا وليس شهريا سنويا يعني كل هذه الأصوات نابحة مع الاحتلال المغربي والتي تطبل لسيادته المزعومة والتي تدعي أن الصحراء مغربية وأنها من الوحدات الترابية وأنه يملك عليها السيادة كلها مدفوعة ثمن مدفوعة ثمن وليست مواقف مبنية على التاريخ ولا مبنية على الضمير الذي يجب أن يكون لدى هذه الأصوات النابحة إذن يقول يقول السيناتور جيمس إنهوف أنه هذه العائدات تستخدم سنويا في تمويل عقود لصالح لوبيات جماعات الضغط في واشنطن اللي هي اللوبيات وتصل قيمتها إلى ماليين الدولارات وأنا أتحدث لكم كصحف سابق في التلفزيون المغربي وأعلم بأن هناك لوبيات أمريكية وأعرف كذلك أسماء بعض الأشخاص الذين يشتغلون ضمن هذه اللوبيات في الولايات المتحدة الأمريكية وأحدهم كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في المغرب من أصول لبنانية ويشتغل مع نظام الاحتلال المغربي أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل جمع الأصوات النابحة من أجل إدعاء السيادة المزعومة على الصحراء الغربية يعني هذا شفته بعيني وشفت كذلك كيف أنه حينما يأتي إلى الرباط ونظم له سهارات باذخة في منين في أحد الفناطق الضخمة أو الفخمة الموجودة في منطقة السويسي في الرباط وكيف أنه يعني يأكل ويشرب ويحتسي الخمور على حساب المال العام المغربي وأموال الشعب الصحراوي فقط من أجل ماذا من أجل أن يقول أن هذه الصحرارة هي للمغرب يعني بشوفوا أنه الوسائل التي يستعملها هذا النظام من أجل السطو على حقوق الشعب الصحراوي يعني يستطيع أو يمكن أن يستعمل الخمور ويمكن أن يستعمل الصهارات الماجنة ويمكن أن يستعمل العشاء الفاخر ويمكن أن يستعمل الفنادق الفخمة ويمكن أن يستعمل اليوزنفروب الكبار يعني الأضريفة المالية الكبيرة جدا فقط من أجل أن يحصل على السيادة الوهمية في مقابل أنه الصحراويين ويدافعون عن قضيتهم يمكن أن يذهبوا في أي مكان يمكن أن يلتقوا مع اللوبيات لا يستطيعون لا شير اللوبي ولا البيع ولا ما عندهم ما يعطوا ما يعطوا ما يعطوا لكل من يساندوا عدالة قضيتهم يساندهم بالتاريخ وحينما يتعرف على القضية ويقول السيناتور جيمس إنهوف أنه هذا كله بغرض الظهور في وضعية الطرف البريء في وضعية الطرف البريء وجعل الشعب الصحراوي في صورة الطرف المعتدي أن هذه الأموال التي تنهب من ثروات الصحراء الغربية يتسر بها لوبيات من أجل تصوير عمرين أنه تصوير المغرب بريء مسيكين مسيكين حنين لماليك حنين كيف ما يقول لكم في وسائل الإعلام وفي الصفحات الفيسبوكية التي تطبل لي إن شاء الله المئات من الصفحات في الفيسبوك هاب وها فقط محاربة المعارضين والنيلي منهم وكاين واحد ميخيات ميخيات ديال الصحافة يظنون على أنهم صحافة في الزريبة وهم ليسوا فقط في ميخيات المخزن يدعون على أنهم صحافين وهم لا علاقة لهم بالصحافة وهم بيعوا شرية بحال شنقة بحال شنقة شنقة المخزن شنقة المخزن يهاجمون هذا يكتبون عن هذا يكتبون طبعا من أسلوبهم الذين تربوا عليه في الكارينات ونحن الحمد لله ننزه أنفسنا على أن ندخل معهم في حوار أو نعطيهم القيمة التي لا يستحقون يصفون الآخرين اللي عندهم قضايا عادلة بأنهم ميخيات بينهم الميخي راه معروف ومن يشتغل مع ميخيات معروف ومن يشتغل مع نظام الميخيات راه معروف وأظن أني كنت أقرب لهذا النظام أكثر منهم وأعرفه أكثر منهم وأعرف قذارته أكثر منهم ولا لا يحرك ذلك فينا ساكنا بل يدفعنا إلى التقدم إلى الأمام إذن هذه الملايين الدولارات تصرفوا بغرض الظهور كيف قلنا تصوير تصوير الملك بري مسيكين بري وحنين وملك الفقراء ومسيكين وفهمت بحالة شي واحد بحالة تتكلم عن شي رئيس دولة يقول أكبر مسيكين هذا كرئيس دولة حنين مسيكين يعطي الحقوق بناء على الحنان واش عمرك مقيته شي رئيس دولة في العالم والله شي رئيس بلاد يعطي الحقوق بناء للحنان مسيكين لأنه حنين يعطي الحقوق وراء خاصه يعطي الحقوق يعود حنين والله يعود كافر والله يعود اللي بغي يعود خاصه يعطي الحقوق للناس خاصه يصهر على 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 عطاء الحقوق للناس وخاصه يصهر على على العدالة وخاصه يصهر على الديمقراطي يعود حنين يعود شاذ يعود سوي يعود اللي بغي يعود خاصة يعطي الحقوق لأن هذه مؤسسات هذه ما هي أشخاص هذه ما هي مؤسسة مؤسسة شخصين ولا ثلاثة ولا ربعة خاصة يكون فيها الإنسان نحنين بحالة علاقة الأب مع أبو مع أولادو ولا علاقة الزوجة مع الزوجة ولا علاقة الأخت مع أخوها ولا هذه يرى مؤسسات خاصة تقوم على القانون لكن هم يحول لكم يحول لكم مؤسسات إلى ما يسمى بالعلاقات الإنسانية وشوف أمسكين رهما ملك فقارة يحب الفقارة بسكين ويعطي الفقارة وهو رو قاعد في القصور يوكل ويشرب بيدي وقرعي ويسرق وينهب ويشتري لوطيلات بره ويهرب الفلوس وانت حبقى حال فمك بسكين عندنا الملك وفقين الملك الفقارة وحنين ويغضب دائما يغضب أنا مع أمري شفت أنا شي شفت في العالم مع أمري شفت شي دولة ينكتبوا فيها مقالات يقول لك رئيس الدولة مشى مثلا المدينة الفلانية مشى الغوان والله مشى المارسي ورجع غضبان أنا مع أمري شفتها في العالم أنا مع أمري شفت مثلا دونالد تراب قال لك مشى شي ولاية باش يشوف تفقد المؤسسات ويشوف يعني يشرف على العمل السياسي والله الإداري اللي هو مكلف به ورجع غضبان ولكن فقط ملك المغرب غضبان مسيكين دائما غضبان غضبان من مراكش غضبان من دار ربيضة غضبان من طانجك في المرة من زال قاعد من زال قاعد المرة ماتلة تغضب العلايات ماتلة ويغضبوا عاد يقعدوا لك في الدار الراجلين في الباريس وقوم ماشي أما ديك السعارة كانت المرة تغضب وخاصة كتبشي تجيبها وخاصة كتعطي اللي وراك واللي قدامك باش تجيبها والملك اليوم في الزريبة الملك في الزريبة يغضب نسكين يمشيل شي مدينة باش يشرف على على هاو كل المسؤولين اللي هو معينه ويغضب عنهم ويجي يرجع على الرباط يقعد في الضار حانهم يرضوه بالله عليكم ماذا هي دولة بالله عليكم ماذا هي دولة شي شي إن قدوا سموها دولة وهذا هو اللي خلنا نقولكم عن إنها زريبة وستتأكدون إنها زريبة لأنه ما كان شي دولة تسير بهذا المنطق لأنه نغضب لاش تغضب وانت ياك رئيس ياك رئيس البلاد ياك عندك المسؤولية السياسية والإدارية ياك خاصة تقوم بواجبك القضاء ينطق بإسمك ولكن في نفس الوقت مؤثر عليه من اللوبيات والفلوس والرشوة ومن أسوأ الأجهزة القضائية في العانة وانت تغضب طافي ترجع كفر لك الدار فهم يتموا يحذرك والمالك رضعني لله طوال مالك أفتح الدفة أفتح أفتح يا مالك الدفة باش تعرفوا إنه هزالت هزالت ما يسمى بالسياسة في المغرب وعاد أصبح يعني كل من هب ودب يدافع عن الملكية وحثالة المجتمع حثالة الصحافة حثالة الحقوقيين حثالة المحاميين حثالة القضاء يدافعون عن الزريبة يدافعون بشكل أعمى لا يعرفون حتى عن ماذا يتحدثون ما يعرفوا حتى ميزوا لا بغى يتكلم ما يعرف كيفاش يتكلم ولا عناش يتكلم ولا شن هو هدفه من الكلام فقط هو يتكلم وصافي يعطاه الميكرو وتوفو ومن هب ودب باش نرجع إذن يصور لك أنه أنه الملك بريء والمغرب بريء وأنه الصحراويين لا الصحراويين مهم بريئين شغذيمة خوانة مرتزقة جردان يجيبوا سحقهم يجيبوا طحنهم يجيبوا فهمت نصف ترموح طلعتين من الكسكس وندمرهم صافي هذا أقصى أقصى ما يمكن يقولوا المخزن من خلال خطابه الموجه لمن شكون لي مصدقون أنتم هذا الخطاب تموها الشكل عن الناس ومصدقتكم الناس رأي لا تضحك فيكم تضحك في هذا الخطاب لأنه برويطة عنده خطاب العثماني عنده خطاب دجاجته عنده خطاب البلغ الدول الملكي عنده خطاب شي وزير ثاني عنده خطاب طبالة المخزن عندهم خطاب مخيات المخزن عندهم خطاب كل واحد مهم قبل شي جانبه ما عندكم حتى حتى ما صار واحد قدوا تكلموا فيه والله تنتجوا خطاب وموحد يعود واضح بعيدا عن عن التسفيه نقولوا فلان فاعلوا وقادي ننصفكم ما هو لسمرنا نعرف وعشرين ألف عبارة تسفيه ولكن احنا نتكلموا نعطوكم الحجة والدليل على كل كلامنا غيرما نقولوا بأنه ملك يغضب علاش يغضب الملك ما عنده الحق يغضب الملك خصو يتخل قرارات موالي فلاني ما وخدام والله عامل ما وخدام والله وكيل ملك ما وخدام والله وكيل عام ما وخدام المحاسبة الحبس يرد فلوسي لسارق وطبق القانون ببساطة لا شيء غضب اوصي لا غضب فاهم نقفر عليك تدف ورقد في الكامة فاهم حان الناس تنقر عليك تقول لك وتعال راق تعال الاغدد مرق باش تتغدى باش تفتع باش تعرفوا هزالة ما يسمى بالسياسة في المغرب من بين هذه الجماعات الضغط ذكر السيناتور جيمس انهوف جي بي سي استراتيجيس ثايرد ايركل نيل كريك هذو كاملين يعني جماعات ضغط يستعملها ثايرد سايركل يعني نوع من اللوبيات التي يستعملها النظام ما هو مجانا ما هو فابور ما هي فابور كل شي مدفوع الثمن ولكن مدفوع الثمن من جي بالملك من ميزانية الملك من ميزانية القصور من الورث اللي عاد عنده شي ورث بل من الذي بدلا من الاعتراف بحق الصحراويين في التظاهر الغربية وكشف السيناتور وتأسف السيناتور لموقف المغرب الذي بدلا من الاعتراف بحق الصحراويين في التظاهر لجأ مرة أخرى إلى استخدام السلاح للتهديد بسلب الحق لمشروع للصحراويين في الاحتجاج وذكر جيمس إنهوف معلومات مقلقة بشأن إرسال المغرب الملك المغربي لقوات عسكرية إلى المنطقة وهي خطوة وصفها بالتصعيد الواضح غدا تخطابه الذي أكد فيه على أن بلاده لا تنوي التراجع عن موقفها هذا الملك الذي يغضب عن شؤون المغاربة والذي يجب أن يقوم بواجبه كملكة وكرئيس للبلاد يبين لك أنت في الخطابات أنه صارم وقال لكم لي ما نعرفاش ذلك المرة سمعت واحد العبارة قال لك أنه إلا وقف عند الفروج وما نعرفاش والضوء الأخضر والضوء الأحمر والضوسم هو وأين الثروة؟ قال لكم أين هي الثروة الثروة مسكين ما في جمارها ما أشكر لي سرقها هذه الثروة سرقها الفار يمكن سرقها الطوبات ثروة سرقها الطوبات وصرقها الفيران هو ما زمسكين هو بيري بيري مسكين ما يسرق واله ما يدي واله مسكين الحقوق ما شاء الله ضع منها بما فيه الكفاية إذن عفوا أنه السيناتور أنا ذاكت أحدثه على أنه يجب إرسال عفوا عفوا أنه يجب لمنظمة الأمم المتحدة إرسال فريق لخبراء لتأكد من أن المغرب ينتهك اتفاق وقف اطلاق النار في القرقلات إذن خطاب واضح خطاب واضح في المقابل يعني في المقابل نجد أنه النظام الهلكي يريد أن يورط موريتانيا في في هذه الحرب يعني يريد أن يورطها بأي شكل أو بآخر هو هو سبحان الله يعني مختص في صناعة المشاكل للجيران يصنع المشاكل لنفسه لم يستطع تقديم الديمقراطية للمغاربة طيلة 21 سنة لم يستطع ونتحدى شيء مغربي يقول لي أنه المغرب ديمقراطي نقول له تكذب يقول لي المغرفي العدالة نقول له تكذب يقول لي المغرفي العائش الكريم نقول له تكذب يقول لي فيه صحافة حرة نقول له تكذب يقول لي يقول لي اللي يبغى يقول له نقول له تكذب تكذب كذب لا تقول الحقيقة أنت منافق أنت لا تقول الحقيقة للمغاربة والمغاربة ما محتاجين لك أنك تقول لهم أنت العكس لأن المغاربة عايشين في الواقع اليوم المغاربة عايشين في التكارفيس عايشين في غياب الرؤية يعني ما كان لرؤية السياسية الأفق مسدود البنية التحتية كارثة الصحة كارثة التعليم كارثي كل شي كارثي إلا ثروة الملك شركات الملك طالعة الأرباح للملك وحاشيته طالعة أخناتوش العظيم وكل من يشتغل مع الملك أرباحهم طالعة والشعب أرباحه إلى الهاوية إذن ما يقدر يقول لحد العكس وإذا قال العكس نقول له تكذب نقول له فوجه وانتم كذلك تقدروا تقول له تقول له تكذب لأن الإنسان من يعد صادق مع نفسه خاصة يقول الحقيقة يقول الحقيقة مش يقول لك وعنا الفاساد ولكن احنا كنحبو بلادنا كيفاش تحب بلادك تحب بلادك هي تتواطأ مع النظام فاسد تحب بلادك هي تعود تعود تحارب الناس اللي تقول الحق تحب بلادك لكن تتحب بلادك وتحب المغرب وتحب فعلا أخوتك المغاربة خاصك تدافع عنهم خاصك تخصص وقتك للدفاع عنهم كيف ما احنا نخص وقتنا باش ندافع عنهم احنا نحبهم أكثر منك انت وانت تحب طبعا مصلحتك تحب النظام اللي يسخرك باش تعود ميخي باش اصلا تقبض المواقع دي الميخي ولكن بدل على انك تدافع عن المغاربة وتدافع عن واقع المغاربة وتصلح ما يمكن يصلاحه في الزريبة انت قاعد تقول العكس لذلك احنا نقول لك تكذب انك تضعوا يدك مع المفسدين وحينما تضعوا يدك مع المفسدين فانت مفسدون كيفهم فقط انك يعني اشفيقوا عليك لانك ما معطيناك ياسر من ذاك شي اللي يصرقوا اذا موريتانيا كيف قلتكم انهم يريدون توريطها وهذا يعني واحد من الاخوة الموريتانيين اللي شوفوا دراك شوفوا الحرب المعلوماتية اي واحد اي واحد في الفيسبوك موريتاني صحراوي جزائري تونسي ليبي ما نعرفش من جنسية يتكلم عن الحقيقة الموجودة في المغرب يقسوه يبلوكولوا الفيسبوك يحاربوه يطيحولوا اللايف يملعوه من النشر شهاد تمنين من ربّينتما تمنين تربيتوا انتما فين تربي هذا النظام فين فين تربيتوا انتما فين فين قولوا년ش من مدرسة ربيتوا في هذه انتما دراك مشين هذا هذا الأخ الموريتاني بلوكاول الفيسبوك الأخ مصطفى آدي بلوكاول الفيسبوك اليوم أثلت أيام ما ينشر إحنا قابلين فنطيح اللايف طيح اللايف غارة راكم زالوا مفاتوا ذوك الخبراء مفاتوا باش يطيحوا اللايف الأخ الليبي اللي في إسبانيا حتى هو نستهدفوه الإخوة الجزائرين نستهدفوه انتما منين تربيتوا انتما منين شما نتربيش كون لي رباكم قاعدين على القمع 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 واش تربيتوا في القمع واخوة عيشوا في القمع عيشوا مع خناككم لكن خلوا الناس تعبر خلوا الناس تتكلم خلوا الناس تتكلم بحرية حتى الناس ما يمعاكم ذوك اللي يتكلموا معاكم تدوهم الحبس واللي بعيد منكم خاصكم تمنعوهم من الكلام فين تربيتوا انتما فين رخاص ليعود لكم التربية خاصكم ليعود لكم التربية لأن هذه رأي ما هي حالة حد متربي نحن ما نبلغه عن حد إلما أنتحر صفتنا ما نبلغه عنه شو بغينا يتكلم غدا وبغد غدا وفي الصبح وفي الليل وفي النهار ويبقى يتكلم قاعد للصبح يتكلم فم وعنده جمهور ويقنعهم بأفكاره انت ماذا لكن لي متكلم في موضوع الصحراء الغربية والله يبغى يوضح الحقيقة تحاربوه تحاربوه تحلين فهمكم العياشة والمجموعات الفيسبوكية وكذا فهمت هاداك الخائن هاداك حتى الموريتاني عاد خير اللي بي حتى هو عاد خير الجزائرين حتى هم عادوا خاينين وانتو ما تبارك الله وطنيين وطنيين انتم شو تستهدفو الناس ادراك الصفحة ما هي لك ادراك الصفحة دي الناس الأحرار اللي يبغين يتنوروا انتو أخويا ما بغيش تنور سير اخويا راح عند عشرين الف مليون حساب مفتوح وتفرج فيه منشوف خيخي راكظل نهار كم تفرج فيها راكري تشوفها كذا فهمت هذه ضبطة زوجها هذه منعرفاش هذه اخت اختصابها اخوها هذا منعرفاش يتفرج اخويا تبارك الله راح الله ما تتفرج راكري تزوز نهار بخير وعلى خير ولكن جول هادو الصفحات الناس الأحرار تحاربوهم شهد الوقاحة هذي شهد الوقاحة هذي اللي فيكم انا 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 تفاجأت بكم تفاجأت بأسلوبكم مجيشين الشركات الاشهار مجيشين اللوبيات مجيشين واحدين داخل فيسبوك مجيشين واحدين داخل يوتيوب فقط باجتمل عن الناس يتكلموا هم مركب على هذا القمع هذا عشتوا في القمع يا اخوها سير دير القمع في دارك سير دير القمع في الحي اللي انت فيه سير دير القمع في النظام اللي ينكل بك اللي اصلا ما وعطك حتى الحرية والكرامة باش تعيش كبشر جاي تحاربو الناس هذا يعني هذا موريتاني هذا واحد الأخ موريتاني تحدث بحكمة وشرح ماذا يوجد في المغرب بكل حقيقة والحمد لله أنه كذلك الجمهور الموريتاني أصبح يتعرف على ما يجري في الملكية الداخل والمجتمع الليبي كذلك أصبح يتعرف على ما يجري داخل الملكية في الداخل والمجتمع الجزائري أصبح كذلك يعرف ماذا يجري في الملكية الداخل بفضل ماذا بفضل خيبة أملكم وبفضل غبائكم وبفضل ساديتكم وبفضل ديكتاتوريتكم أنه الدكتاتورية أنتم شاكين عن الدكتاتورية تصنع ماجر شاكين عن الحرب الآن الإلكترونية صافرها الناس لا يتقفل حساباتها وتمشي معاكم وتبقى تطبع معاكم عاش سيدنا عاش لماليك عاش إضلاه سيدنا والحنين والماليك الحنين الناس ما إليه تتستسلم هذا روح ما من الناس من طين اللي أصلا أنتم تفكروا بيها هنا يوجه الرسالة إلى الرئيس الموريتاني هذا مواطن موريتاني يتحدث إلى رئيسه في موريتاني ومشاو بلوكا ولو الفيسبوك العياش والصفحات الفيسبوكية والحرب الإلكترونية باش الناس ما تتعبر طمام منين تربي أنتم منين 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 شو من جنس أنتم أصلا يعني قولوا أنه غارش من جنس أنتم فيكم شي حاجة شي جينة أتمام في البشر ذي اللي مستفاجين نحنا منه شنو تماتا تنباع النمهة تعطى لنا كردو يعني ما خلاوا ليد العاملة تقود خالقها نحنا نعرف أنه حق نحنا نكذو إلى الناس قال ما نكذو إلى روس قولي أنا متكلم عن مصالح الدولة مصالح الدول وكل الدولة عندها مصالح إلا الخالق مواقف هي التشاهبها الرجالة نحن اللي نعود وشعب الصحرائي في الظروف الحالي ما نقدو ندعموه ماديا ومعنويا وعسكريا كيم عدل الجزائر نعطوه بعد العافية ونطلبونه ونعنبون أنا تيسير للمور ولنقوله كان ما خالق الزيارة لها عدلها ملك المغرب الموريتان ما يعني أحساب للشعب اللي نقالها جبهة البوليزاري الصحراء القربية هذا ما يستعنوه حد السيد الرئيس هذا عدل لديك الساعة المختار والدادة يا رحم ها أهل حنان اللي تم دين جيفاجاتنا أخبار وما يحن في شعب لا يحن في نحن والشعب المغربي ما بيننا معه مشكلة والأي لا يتعود بيننا معه والمملكة المغربية أخوتنا وجيراننا ولا بيننا معه مشي ومصلحة كاملة جايبين مرحبا بهم وسهلا ما هي على وهر صحراوية ولا هي على وهر جبهة البوليزاري هالحد يعود يتخمم فيه هالحد يعود يرد فيه التخمام وعرفوا من التاريخ ما يرحم وعرفوا من أعطيك مدانة فرصة اتبارها فيها موقفك في هذه الفترة على الأقل كيف بديتوا حياجين عن قضية عدوا حياجين على كل حنان وننجي هو نحن ودفلية الطائحة في اليدين هو قد تلفنتكم قد تسول عنكم تترشحت قد تجاكم القيمة لو عدل اتجاه هو من نفسه ديك ساعلين جاء براهيم قالي هو جاء ومالوقف وقان الموريتان قعمهم وهل تقود هذي تقود الامة العربية وما هي مؤهلة انها تستقبل قيمة الفريقية فيها وهم هذي الحنان اللي جاء يدرك شمه هذي الطائحة في اليدين جاء يدرك عزتنا شمه ولا يقول لك أنا السيد الرئيس من دي المنبر ان ما هون مواطم موريتاني إلا من رحم ربك ما يختار مسلحة الشعب الصحراوي عن أي شيء يسوشون خوتنا ودمنا والحمنا وهم أقل بانتماء لنا وله نقول لك أنا المغرب إن تجبر فرصة أيًا كانت منها تحتل الموريتان دور تعدل هم مازالوا لورك مآمنين موريتانية دياله ونحن نفذت عنه ونحن نفذت عنه ونحن نعرف أنني ماني رئيس ونحن وزير ونحن نعرف أنني مواطن يعني مسؤول أنني نقول كلمة الحق علينا في الدخل الفضائي واش لا يتكلمني مصلحة الموريتان أيًا كانت نحن مرحبين بها وزينا عندنا يسوه من طرف المقرب يسوه من طرف السماء يسوه من طرف التراب يقول مهي على حساب شعب مهي على حساب كرامة شعب مهي على حساب أن شعب الآني يمشي في جريمة نحن لا تعرفوا المحقق تفقلنا منه وتفقلنا اللي منا يبقيهم يبقيهم مرحبا بي وسهلا اللي منا ما يبقيهم يعطيهم العافية ولا ينقول لكم مسألتين يعبروا في هذا الخالق اللي راشق رايات فضلك عن ضعف المخرب في الوقت الحالي سمعوا هاي الرسالة سمعوا واحدة نحن راينا في موريتان جمهورية الإسلامية الموريتانية كل واحد منا عنده الجمقراطية وحرية الرأي ونقولون اللي مباتوا ندعوه للرئيس لتعرفوا أنه حقيقه أنا أرجع للبثاتنا كاملة اللي نعيب ونطير وننزلون ونوقضوا منين مواطن مغربي يسكن في المملكة المغربية قد يحلوا في فهم عين عليكم انتم هذو لترفضوا رأياتكم ما رقولي مواطن واحد مدوين واحد إنسان واحد قد ينقض الحكومة المغربية هو قاعد في المغرب ما رقولي نتحداكم عليه ما رقولي على أي تلفزة وطنية عتاب على المغرب منين أي مواطن مغربي أي مدوين هم حتان بهم ضعفة شخصية لينيقود مدوين موريتاني كيف كان والله غسما سابق لينيقود لهي مسهم من الزر لي وجعهم يتباركم على صفحتوا يقفلوه انتم هذو اللي رابدين ريالتكم كي سفاكين جما حمر مره قولي واحد منكم يقدر قد ينقض المغرب هو قاعد فيه حرية التعبير اللي عندنا كموريتاني رأيهم يضلوا طير وينزوا ويتباركم عموريتاني كل شيء منين مواطن مغربي عنده حرية التعبير على مشروع وعدل ما هو لي يقول ايش سيدنا ووالله ينصر سيدنا وسيدنا كتل أمي غير أمي تستحق تموت سيدنا منين توم بشر ومولي أنا كرم بني آدم وادا البشر يالله تعود عنده مبادئ تعود عنده مواقف تعود عنده حرية تعود عنده كرامة منين نعتولي مدون واحد مغربي صحافي واحد مغربي معارضي قدي قعد في المغرب منين لا ينصر لك الحنانة الجاي نحن ولفليح إذن حتى الناس في موريتان حتى الناس في موريتان أصبحوا يعرفون ديكتاتورية هذا النظام وديكتاتورية هذه الفئات التي تساند هذا النظام الديكتاتوري التي لا يمكن أن تكون إلا تشبه له ما يمكن يعود النظام الديكتاتوري يعود وحدين يدعون إلى الحرية خاصة على المجموعة كبيرة تعود حتى يتدعي إلى الدكتاتورية هذا الشخص موريتان يتحدث في بلده في فيسبوك الخاص ويتكلم ويعبر بكل حرية عن أفكاره قيسينهم واللي جايبين الرايات واشراويت كيف قال كيف لعت سفكين دماء جايين دافع سيدنا قالك سيدنا عنا معا سيدنا وعود معا سيدك والله عود معا لا لك ولكن خلي الناس تعبر خلي الناس تتكلم ديكتاتوريين ديكتاتوريين اللي تعيشوا بغيتوا تتبقوا على الناس حتى خارج الحدود حتى الناس اللي موجودين في بلدان أخرى تعلم تعلم تحترم الآخر تعلم أنك تحترم أفكار الآخر حتى وإن اختلفت معه وتعلم أنك ما تقمع الناس وتعلم أنك ما تنشي تحارب أدوات ما هي لك هذه رأي أدوات للناس الصفحة رأي واحد يجيريها ولا كراهي للناس رأي مهدات للناس اللي يعجبوا اللي فيها يتفرج فيها واللي ما يعجبوا اللي فيها يمشي لاش يبلوكيها لاش سينياليها طيحها لا حذفها لا بيراطيها لا ما نعرفياش لماذا هذا القمع في المقابل هذا المخزن اللعين اللي يوظف كل الأساليب وكل الوسائل باش يستهدف الناس يفتح المجال اللي يكذبوا معاه اللي بغا يكذب معاه مرحبا بي اللي بغا يكذب معاه يدور معاه ويخلص عليه ويحميه ويوفر الحماية المعلوماتية ويقول له يالله بسم الله تبارك الله زيد دي ماري المهم غر دير الشر ولكن الشر يأتي بخير الشر لا يأتي بخير الشر لا يأتي بخير والقمع سلاح جبناء والتبليغات سلاح جبناء مهما يكون هذا مهما يكون مؤسسة ولا يكون شركة ولا يكون مجموعة ولا يكون بشر ولا يكون حتى حيوان إلا كان إلا يقوم بالتبليغ راهو ليس من راهو جبن جبن عندك شي أفكار ناقشها عندك شي رؤية ناقشها فتحها في سبوكك وتكلم وعبار وعبار يمينا ويسارا وتكلم ودافع على فكرتك راه مش حال مواحد مش حال مواحد يتكلموا عنه ما نعرفوه ما نعرفوه ما يعرفونا ما نعرفوه داري اللايفات ويتكلموا عنه ويسبونا ويشهروا بينا وما يخلوه شي ما قالوه ولكن ما نشو نستهدفوهم ليش نستهدفوهم خليهم يتكلموا انتو ما تعود صفحة ولا يعود حسابي لأي واحد معارض ولا واحد عنده مواقف معينة من النظام السياسي تمشو تقسوه حاسكم بالله بحال الكلاب يتلصقكم عليه تمشو تنبحو نباح 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 نباحنا خاصنا نطيحوله الصفحة خاصنا نبلوكوله الحساب باش ما يتكلم يومين في التيام المهم عنا الرباح الى نهار غاب عنا راه رباح هذا ضعف هذا الجبن هذه حقارة وهذه حقارة تدلع للنظام اصلا ليوظف مثلا الناس من اجل باش يقوموا بهذه المهام الحقيرة ولي يكذب معاكم لا ليكذب معاكم توفروا له كل شي تفتحوا له المجال فهمت كيف بحال درك هذا بحال هذي ما هزلة المحبس بحال هذي ما هزلة المحبس ما يسمى بالمجتمع المدني قالك فوادنون وادنون صافي ما خاص صوالهم غير انه الناس تمشي من وادنون وخلص عليها المأزوت وخلص عليها منا عرفاش وولغ دول عشاء والفطور باش تكذب على الناس يا الله هامك بشيتوا المحبس اشجبتوا من المحبس مش عدلتوا من المحبس داويتوا الجرحة دفنتوا الناس كما يجيب أن يدفنوهم للناس اللي ماتت بعيدة عن أهلا شنو ديتو قعنتو ملاه المحبس شيتو جاي من هنا شوفوا هذا البؤس هذا شوف البؤس شوفوا شوفوا المناطة والكيكس شوفوا 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 صح المخزن كامل بيجيه بأجهزته بعسكره بداركه بداخليته بكل شي يصنعوا لكاش يصنعوا لك المهازل يصنعوا الكذيب الأحمر يكذبوا على الناس نشرفوا فيسبوك صحف تبارك الله صحف المحبس بيخارعوا على خير ما في والو المحبس ما ميت حد ما مجروع حد ما واقع على معارك الوال وشين المحبس قسنان المحبس الدون المحبس حطوا المناطة والكيكس بحول لك شي ديال حفلات مدرسية دياليك الساعة في ختام السنة ما ش هذا ما هو ما هي حقارة ما هي شما أنتم شما مستوى عندكم وفزال تتكلموا تقولوا احنا عنا نظام سياسي قوي عنا دولة لحق القانون وحنا وسنفعل والأمم المتحدة والعضوية فلانية والمنظمة الفلانية وسنحارب وسنكذا باش تحاربوا تحاربوا بهذا الشي تحاربوا بهذا المهازل هذه تحاربوا بالضعف الناس لا تحارب بالضعف الناس تحارب المعقول تحارب بالصدق تحارب بشي عنده فايدة لمجتمع لأن هذه رأي موال الناس شكون أعطاكم الحق أنتم تصرفوها كل هذه الأموال على الكذب الأحمر شكون أعطاكم الحق مع صوت مع صوت والإغدارة عليها وفلوس الشعب والمناظرة على الشعب والكيكسر عن الشعب والطواب اللي فهم على الشعب والقايد مقابل هذه المصرح وهذه الخليفة مقابلها والشيخ وباشة والعامل والولاية والبوليس والعسكر المقابل لأنه إن تنتسجوا لما انتقاس هذه المصرح 約 العرب اللي تريد prepared تحارب الحبس الوطنية عندكم انتما بالمقلوب هذه الوطنية عندكم انتما هذا هو حب انتما الوطن هذا تركت عطابره حب الوطن تحياتي لكم وإلى اللقاء إن شاء الله الرحمن الرحيم في فيديو آخر وشهية طيبة